تركونا في هذا الهاشتاج حتى مساء السلساء استمروا وهالإعلان النتيجة يوم التلاتة ان شاء الله وهنقول لكم بالمناسبة مين خد كاموا بالأرقام وبالنسب والحاجات دي كلها يعني مسألة شفافة تماما منتهى الشفافية في هذا الاستفتاء ودائما جميع الاستفتاءات اللي بنترحها لانها بتكون معبرة عن رأي الناس لما الناس تدخل تقول رأيها كمان من الشخصية الأسوأ في التاريخ في تاريخ 2019 في هذا العام أردغان أم تميم أم فايز السراج أم حسن روحاني ولازم احنا بنتكلم على أردغان